أهلا بكم في خطوة رائدة على المستوى المدن الرياضية وضع وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية في مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء ويهدف المشروع لاستثمار الطاقة المتجددة والتحول لنظام الطاقة الشمسية وما يترتب عليه من توفير كبير بالنفقات المالية المشروع جاء نتيجة التوافق بين المدينة والجامعة الهاشمية لتوقيع اتفاقية تستفيد منها المدينة في العديد من المجالات ويذكر بأن فاتورة مدينة الأمير محمد الشهرية من الكهرباء تقدر بـ 25 ألف دينار حيث ستقوم المدينة بدفع قسط شهري للشركة المنفذة بقيمة 10 ألاف دينار شهريا لمدة أربع سنوات وبعد السنوات الأربع ستصل فاتورة الطاقة في المدينة إلى كل فت الصفر كما أن الشركة ملزمة بتدريب كوادر المدينة حتى استلام المشروع بعد أربع سنوات بدوري قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء دكتور أحمد علمات أن الهدف من المدن الرياضية هو تعزيز الثقافة المجتمعية وتلبية حاجات القطاع الشبابي وتلبية نشاطاتهم الثقافية والشبابي الرياضية هي نعم هي حاضنة للأنشطة الرياضية وبمختلف أنواحها مثل كرة القدم في عندنا استاد حتى الألعاب الرياضية المختلفة الصلاة والألعاب حتى الفرق الشعبية بتيجي هنا في عندنا ملعب خماسي في المدينة لكن أيضا هي في الوقت نفسه هي مساحات وفضاءات شبابية ورياضية للمجتمع المحلي ومن المفترض أن تستقطب المجتمع المحلي وتستقطب جيل الشباب لتكون بالفعل مثل ما تحدثت والإخوان هنا في المجتمع المحلي ملاذ للشباب والعائلات والجميع وتستقطب هذه الأمور بمختلف أنواع الرياضات ومختلف أنواع الأنشطة الثقافية مدينة الأمير محمد كانت فاتورتنا الشهرية تقريبا ما بين 25 إلى 30 ألف دينار تم طرح العطاء من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان قيمة المشروع حوالي نصف مليون دينار هذا على أقصات شهرية متساوية لمدة أربع سنوات فاتورتنا الشهرية كانت ما بين 25 إلى 30 ألف دينار الشركة ملزمة في الصيانة والتشغيل لمدة أربع سنوات وملزمة بتدريب كادر المدينة خلال أربع سنوات تهاي رح تكون الشركة هي مالكة المشروع ومن ثم تسلم إلى المالك الأصلي اللي هو مدينة الأمير محمد